بساء الخير أنا الدكتور إيهاب ندى أستاذ الأنف والأزن والحنجرة واستشاري الأنف والأزن والحنجرة وجراحات الأزن الدقيقة بمستشفى وادي ميل النهاردة هنتكلم على موضوع بسيط جدا ومنتشر بين الناس كتير ألا وهو الدوار أو عدم الاتزام كتير جدا من الناس وعلى اختلاف المرحلة العمرية من أول أطفال لغاية شباب أو ناس كبار السن بيعانوا في بعض الأوقات من الدوار أو الدوخة أو عدم الاتزام الحقيقة دي من ضمن الحاجات الكتيرة اللي بتعمل نوع من أنواع القلق للمرضى كبار السن بالذات بيبدأوا يقلقوا ويخافوا أن يبقى فيه حاجة في المخ أو ما خلافه طبعا ده احتمال وارد لكن الأساس أو النومبر وان كوز سبب الرئيسي الحاجة زي كده بيبقى دايما تبع الأنف والأزن والحنجرة كتير من الناس بيطلقوا عليها اسم شائع جدا اللي هو إحنا عندنا الأزن الوسطى الحقيقة هي الأزن الوسطى ملهاش علاقة بالموضوع خالص هي دي تبقى الأزن الداخلية لها أسباب كتير جدا بدءا من مشاكل في الأزن الداخلية نفسها إلى نقص في الأكسجين اللي واصل للأزن الداخلية إلى التهابات في الأزن الداخلية شخصيا أو التهاب في العصب بتاع الاتزان اللي هو رقم 8 بغض النظر عشان ما نخشش في تفاصيل كتير هو موضوع بيبقى أغلبه بنسبة 98% ودي أرقام انترناشنال مش وجهة نظري الشخصية موضوع بسيط جدا لا يتعد علاجه بعض الأدوية البسيطة لمدة تتراوح من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع وإن شاء الله الموضوع بينتهي أيام كان السبب بتاعه إيه بننصح أن احنا أولا ما نقلقش ثانيا اللي قاعد فيه دور عالي ما يوقفش في بالكونة اللي بيسوق عربية يفضل لما يجيله هذه الأعراض ما يسوقش العربية أو لو مضطر يسوق يسوق بالراحة ويبقى جنب اليمين ناحية اليمين دايما يبقى يتوجه لطبيب الأن في أزن الحنجر بفحص بسيط جدا من غير أي أشعات ولا أي حاجة هنقدر نعرف بالتقريب بنسبة مثلا 80% أنهي سبب من الأسباب الكثير اللي قلناها هو اللي بيعمل الدوار الدكتور الأنف وأزن هيكتب العلاج هنتابع تاني وإن شاء الله الأمور بتروح لو مرحتش فيه مانوفر معين بيتعامل لو هو دوار حركي أو حاجة اسمه إبليز مانوفر ده بيعمله دكتور الأنف وأزن الحنجرة أو الدكتورة المتخصص في السمعيات إجراء بسيط ما بياخدش أكتر من حوالي نص دقيقة أو دقيقة للربع اللي بيبنرجع الكريستالات اللي وقعة وبتعمل هذا النوع من أنواها الدوار إلى مكانها الطبيعي وبيعتم الشفاء إن شاء الله بنسبة حاجات تكون 100% نادرا ما نحتاج أن نحجز حد في المستشفى ونديره إذا كان فيه مينير مرض مينير أو حاجة زي كده ينصح في هذه الأشياء عندما يبقى الدور ده موجود الحركة تبقى بطيئة نقلل من شرب القهوة ونقلل من الحاجات اللي هي فيها أملاح زي المخللات والأكل اللي هو فيه ملح كتير شوائي غير كده الأمر بسيط وعلاجه بيكون زي ما قلنا فوق الـ 98% علاج دوائي وأمر بسيط بإذن الله شكرا